وفي أشق السياسي من قائمة التدخلات ومخاوفها أكد النائب عن محافظة نينوى لقمان الرشيدي أن التدخلات السياسية من خارج المحافظة تسببت في تعطيل عمل مجلس المحافظة خلال الفترة الماضية في إشارة إلى خارطة جديدة من التحالفات بين قوى محلية والتنسيقي الشيعية ودع الرشيدي أعضاء مجلس نينوى إلى تفعيل الحوار وتجاوز كافة الخلافات السابقة والبدء بمرحلة جديدة وخلق مجلس قوي قادرا على إصدار القرارات وتشريعات التي تصب في مصلحة المحافظة إلى ذلك أعلنت كتلة نينوى المحادة والحزب الديمقراطي استمرار الخلافات بشأن موضوع رؤساء الوحدات الإدارية وبيّنت أن المشاركة في أول جلسة منذ ثلاثة أشهر لم تحسم الخلافات ترجمة نانسي قنقر